إلى واجهة الأحداث تعود تعز بصورتها الدامية إلى صدارة الأخبار لا لأنها حررت وإنما لفوضاها الأمنية المريبة التي تكاد تضع المدينة على صفيح ساخن وفي حرب مفتوحة وما يعمق الريبة هنا هي عودة المواجهات بين الجيش الوطني وجماعة إرهابية سطت على البزة العسكرية في لحظة عصيبة من تاريخ المدينة ووجدت مساحة نفوذ لها بدعم إقليمي وفي هذه الأجواء تأتي الأحداث كامتداد لجرائم القتل والاختطاف التي تستهدف في الغالب أفراد الجيش والمقاومة والسياسيين والخطباء والناشطين أحداث أريد لها أن تقدم تعز لسبب ما منفلتة أمنيا وعلى شاكلة المناطق المضطربة أمنيا وسياسيا آخر الحوادث الأمنية تمثلت بمقتل جنديين على يد كتائب أبو العباس في حي الجمهوري يتساءل الناس هنا عن جدوى الحملة الأمنية الهادفة لحفظ الأمن ومن انتشار المسلحين والجماعات المنفلتة وكيف لكتائب أبو العباس أن تجد متسعا وحرية لشن حربها ضد المدينة التي احتضنتها ومنافسة القتلة القابضين على مداخل المدينة وتلالها تقول مصادر عسكرية أن هذه الكتائب التي تمتلك عشرات المدرعات والآليات الثقيلة تواصل استهداف مواقع قوات الجيش في محيط معسكر التشريفات والمستشفى العسكري من مواقع تمركزها في قلعة القاهرة وبعيدا عن ذلك تستمر الحكومة في الصمت ومراقبة موجة العنف والفوضى التي تعصف بالمدينة الحالمة تتعامل الحكومة مع تعز كقطاع منفصل كما لخص ذلك رئيس هيئة الأركان السابق فالمحافظة الغارقة في الدم لم تجعل الشرعية تكلف نفسها بالنزول الميداني إليها ومساعدة السلطة المحلية والجيش على بسط الأمن وتطبيع الحياة واستكمال تحرير المحافظة وكالعادة يستدعي الرئيس هادي قيادات محافظة تعز ويوجه بتشكيل لجنة للوقوف على الوضع هناك ويشدد على أهمية تجاوز التباينات واستكمال عملية تحرير المحافظة العملية التي طالت وعودها كثيرا وطالت معها آل متعز وقوائم ضحاياها فيما دخلت المواجهة مع ميليشي الحوذي مرحلة ضبابية لا أفق فيها